هذا الخبر يمكن انتشر بصورة كلش كبيرة وبنفس الوقت صار ترند والكل شاف الصور يلي انتشرت أكيد للفنانة المصرية عفاف ورشيد يلي انتشرت صورها وكانت هي تبدو بسن أصغر أولا وأثانيا الشباب اللي كان طاغي على شكلها وبشرتها ومتفاصل وكانوا معتادين أنوا يشوفوها مرتدية حجاب لكن الصور يلي نشرتها على حساباتها الشخصية كانت خلعت بالحجاب وهذا الشي سبب صدمة وتعليقات منها كانت الإيجابية واللي كانت سلبية خلي نشوف الصور الحديثة يلي انتشرت للفنانة المصرية عفاف ورشاد هذه صورها بالحجاب وحنا شايفين أكيد صور هذه الفنانة وهذه أيضا صورها الأخرى بالحجاب وراح نشوف صادي الصورة الحالية اللي انتشرته هي خالعة الحجاب خاصة بعد أنه تم تعليق على صورتها الشبيهة بجينيفر لوبز وتصريحات خل الحجاب طبعا علقت الفنانة المصرية عفاف رشاد على صورتها الأخيرة يلي لاقت رواجا على الشباكات الاجتماعية وشبهها البعض بالنجمة الأميركية جينيفر لوبز حيث بدت أصغر سنا خصوصا مع حديث البعض عن خضوع حالي عمليات تجميل لتبدو بمظهر أصغر كما تحدثت عن التصريحات المنسوبة إليها لاحقا اللي تقول فيها أن الحجاب يسبب الصداع ويتسبب في وفاة من يرتديه إذ قالت رشاد أنها لم تقصد الشهرة باستبدال صورتها على حسابها بموقع فيسبوك بصورة جديدة تثير الضجة وإنها التقت بخبيرة مكياج اقترحت عليها أن تضع لها مكياج مختلفا وتلتقت لها صورا حديثة وعندما عجبتها الصورة استبدلتها بالقديمة على حسابها وكانت غير متوقعة أن صورها تكون ترنت خلال هذه الفترة وأضافت فيه مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء دي أم سي تقول بهذه المداخلة الهاتفية ما كنتش عايزة الناس تاخد بلها مني أو تلتفت لي ولا المواضيع دي في دماغي إطلاقا صحية الصبح النس ومحطات كتير بتكلمني ونس عايزة تتصور معايا وأعمل لقاءات ومداخلات هذا كلامها وتعليقها بالمداخلة الهاتفية ورغم أنه هي فرحت ببعض التعليقات مثل ما ذكرت كانت التعليقات هي مقسومة إلى قسمين البعض الإيجابي اللي كان مشجع على إطلالتها الجميلة الميكاب الشعر والتغيير الملفت والواضح وأيضا ذكره أنه كان صغر السن واضح عليها والاهتمام بنفسها واضح أما البعض الآخر فذكر بأنه هي سيدة عجوز شارفت على الوفاة والغاية من نشرها لهذه الصور أنه هي حابة تتزوج من رجل يبلغ من العمر 15 سنة أو يصغرها بـ 15 سنة هذا الشيء سبب حزنها وفعلا هذا الشيء يسبب حزن واستياء كل شخص بينا وإحنا دائما نأكد على هذا الموضوع يا جماعة الخير يا الناس اللي أنتم موجودين بمواقع التواصل الاجتماعي أتمنى تنتبهون على هذا الموضوع لأن حتى المشاهير مثلكم عندهم إحساس ويأثر بيهم الكلام الطيب والكلام الجارح يعني أنتم اليوم تتعلقون هذه التعليقات السلبية لا أعرف شن اللي راح تستفادون من عنده وأنا دائما أقولها وأذرا على هذه المفردة أتمنى تكون أكوه رقابة على مواقع التواصل الاجتماع ونتخلص من سفهاء السوشال ميديا يلي غايتهم فقط التنمر قاعدين خلف الكيبورد ويتنمرون على هذا وذاك ويعلقون تعليقات سلبية وأيضا تأثر وتحز بداخل أنفسنا فأتمنى تراعون مشاعر الآخرين سواء شخصية اجتماعية شخصية معروفة مو معلها هو يختلف عنك وما راح يتأثر حتى لو متعود على الكلام السلبي والجارح صدقني أي تعليق يقرأ هو راح يتأثر به فهلا هلا بالناس وأتمنى تخلون الله بنعيونكم من يتعلقون وتبتعدون عن التنمر والتعليقات السلبي لأن صدقني أبدا ما راح أضيف شيء إلك بالعكس راح تنتقص من مكانتك الاجتماعية وهذا الشيء راح يدل أخلاقك لأن يومية تعليقاتك دلالة على أخلاقك وهواية تفاصيل لتعبر عنك وعن شخصيتك ترجمة نانسي قنقر